السلام عليكم ازايكم اخباركم اي اتمنى تكونوا في افضل صحة واحسن حال جايبالكو النهاردة فيديو مميز جدا فيديو السيدة بسيطة بتحبي كده بقى تجدد وتغير بس بتكلفة قليلة شوية يعني ازاي ممكن معظمنا بيعمل حابة تغيري مثلا لون الحمامة عندك تغيري لون الرخامة بتاعة المطبخ تغيري شكل الدولات بتاع المطبخ عندك كل الحاجات دي اظن معظم السيدات الفترة اللي فاتت كدت بتلجأ للخطوات اللي زي دي ومش هننكر ابدا بشوية الالوان المميزة بالنسبة لك تقدري توصي النتيجة اللي انت عايزها ويعتبر كمان بتكلفة قليلة يعني لما احتاج بقى تغيري بضغط وكمان يعني توسعي على نفسك في الامكانيات المادية بل بالعكس باقالي الامكانيات قدر توصل معينا لنتيجة كويسة واظن كل سيدة دايما بتحلم كده تجدد وتغير في شكل بيت عندها زي ما شفنا كده من اللون الاخضر للون البنك اختلاف كبير جدا وطبعا بقى دايما بتكسري الملل والزهق اللي بيكون موجودة عند معظمنا كسيدات بشوية تجددات اللي زي دي يعني يا دوب كده الموضوع بس تكلفك كم بقرة كده من الورق اللي بيكون لاصق ده واظن طبعا موجود في اماكن كتيرة وتقدري توفلي لنفسك بالسعر اللي انت حايزها وطبعا موجود منه خامة بتمسك معاك كويس جدا وخامة تانية ممكن تكون قليلة لكن مش هننكر ابدا ان شكل بالفعل المبخ وكمان الحمام عندها بيتغير وشوية كمان التفاصيل البسيطة اللي بتقوم بيها قد ايه غيرتلك شكل الحمام والمبخ عندها يعني كل واحدة في دول بتحاول تجدد وتغير وتوصل النتيجة اللي هي عايزها بالشكل اللي يرضيها ونشوف كمان دلوقتي كده شكل المبخ بشوية الورق اللي كانت جايباهم دول يعني عمتا تقدري تغحملي اللون اللي انت عايزها لون بنك فيه ستات تانية بتحب كمان تحط لون الابيض عن رجم كمان ان مبخة هنا في الاصل اساسا كلونه ابيض لكن صدقوني معظمنا كده بنمل ونزهق دايما وبنكون عايزين اي حاجة تكسر برضو الموت بتاعك وصدقيني في كده الحالات النتيجة بتكون حلوة سواء في مبخ ممكن تكون امكانياته عالية شوية في مبخ امكانياته متوسطة ومش هننكر ابدا ان في كده الحالات التجديد والتطور ده بيكون في ايدك كل حاجة تقدر تعمليها زي ما انت حابة ولو جينا كمان نشوف كده دلوقتي هنا طريقتها في لازق الورق عشان يمسك معاها وتوصل لنتيجة اللي هي عايزها في المبخ خصوصا ان هي كايت هنا عاملة قطعتين جمي بعض وعايزهم كلهم يعني يكون لونهم مواحد وبالفعل ده اللي هي حاولت توصل لي والنتيجة تكون شكلها كويس وكمان حابة تداري الجزء ده كده يعني حاجة كده ممكن تكون شبه الخشب شوية وهتبدأ تاخد المقاسات زي ما احنا شايفين عشان تبدأ بالفعل في التغييرات اللي هي عايزة تقوم بيها عندها في المبخ اظن كل واحدة فينا اصدام وقالتلكم بتحلم بالتغيير بالتجديد حتى لو انت يجيب الكطعة ديكور جديدة كده وتحطيها عندك في المبخ صنية جديدة المهم كده بتحاول تبسط نفسك بابسط الامكانيات وزي ما احنا عارفين فيه ستات كتيرة جدا ممكن تكون شطرة في الديكورات وممكن امكانياتها تسمح لها تعمل احسن من كده لكن عمتا زي ما في امكانياتك تقدري تعملي حاجات عالية في امكانياتك كمان البسيطة تحاول تطوري وتغيري من نفسك وتوصلي كمان الحاجة اللي انت عايزاها وفي كده الحالية تصدقيني بتحاول تبسطي نفسك حتى لو بابسط التفاصيل هي هنا كمان كده برضو حاول التنظم معين ادراج المبخ من قوة وتبدأ كمان في تنظيف كل الدرف دي وتشوف ايه الحاجات الاساسية والمهمة بالنسبة لها بدأ بالفعل تدخلها والحاجات اللي ممكن تكون عاملها زحمة ومش مهمة ابدا هتحاول اكيد تتخلص منها زي ما كل واحدة فينا بالفعل بتعمل في بيتها وشوية النشاط اللي انت بتشوفيهم مع كل السيدة من دول لو انت دلوقتي قاعدة مكسلة ووراكي حاجات كتيرة صدقيني مغربة بتشوفيهم بتقوم تتشجعي وتتنشاطي وتشوفي كمان شغل البيت اللي وورا منك ومش هلنكر بالفعل كان الجو يعني برد جدا وكل واحدة فينا دلوقتي قاعدة متكلفتها في البطانية ومش قادرة تقوم وفينا اللي ممكن تكون سايبة شوية مواعين في الحوت كمان مش قادرة بس تحط ايديها تحت الحرفية عشان تغسرهم لكن مغرب بس بتشوف سيدة من دول كده والنشاط ما شاء الله عندها تحيس اني انتي عايزة تقومي وتنجيزي كل حاجة مطلوبة مني حتى كمان تجديد بقى الرخامة بتاعة المبخ تعالوا نشوف مثلا دلوقتي كده مع بعض الافكار دي اللي هي هتقوم بيها ازاي هتبدأ تلزق كل الوراق اللي موجود معانا او الاستيكار ده على الرخامة المبخ عندها وتحاول بالفعل كهتغير اللون صدقيني معظمنا كل فترة بيزهق كده من شكل الرخامة اللي موجودة عنده تحب الجديد في شكلها تغيري فيها فبتكوني عايزة كمان تكساري الملل اللي بيكون موجود بالشكل ده فصدقيني مجرد بس بتحاولي تسعي نينتي تزبطي الدنيا حوالين منك تشوفي فكرة جديدة تشوفي كمان شكل مختلف تقصلي الحاجة تكون مميزة عندك في البيت وتحاولي نينتي تطبقيها ده في حد ذاته بيغير موديك جدا وكمان يكفي ان شكل البيت هيكون ميت فل وعشرة والنتيجة اللي انتي عايزها وكسارتي روح الملل اللي بتكون موجودة عند معظمنا من الصيدات التغيير طبعا بيكون مطلوب كل فترة فتلاقيكي كده بتحاولي تغييري في ديكور جديد تحطي كده ستيكر زي ما شفنا ولو امكانياتك طبعا ما تسمحلكيش نينتي تشيلي البلاط وتزباطي او تجيبي رخامة مطبخ جديدة وفي فتات بتحلم كمان بقابل رخامة الجلاكس اللي باللون الاسود وعايز تغييري شكلها او تعملي بقى الرخامة الابيض يدوب بس كده تتشاط خفيفة تغييري بيها الشكل الجمالي وتيجي تبصي كمان النتيجة بتكون حاجة خائلية جدا يعني انسي الملل انسي الفوضى اللي موجودة انسي الكركبة انسي كمان الضغوطات اللي ممكن تكون موجودة في حياتك وحاول تبسطي نفسك حتى لو بحاجة بسيطة هتقوليه كمان دلوقتي الظروف المادية ما تسمحيش ان انا جدد او اغير تعالوا كمان ابيهركم بحاجة تاني خالص معظم الستاتيات الاجنبية اللي احنا بنشوفها معايا هنا في القناة او في اي كمان يعني مجال تاني عالسوشيال ميديا حب اقولكم سواء امكانياتها المادية تسمح لها بكل ده تلاقيها برضو بتحاول تعمل افكار باديها بتحاول كمان تشوف فكرة بسيطة بكرتونة كده وتعمل بيها منظم قطعة بلاستك موجودة عندها وتعمل بيها منظم تاني مختلف طبق بلاستك مكسور جابته وعملته عادي التدوير يعني في ايديك الصراحة تستغلي كل الافكار اللي في اطماءك باكتر من طريقة وتشوف ايه اكتر حاجة ممكن توصلك لهدفك وتقوم بيها يعني انت دايما يعني حكاية بقى كده ان انت ما يكونش عندك حاجة فعالة بل بالعاكل انت زودي ارفف زي ما هي حاولت انا كمان تعمل كده مع زوجها ممكن كمان كده تجيبي مثلا ضرفة جديدة وتحطيها المهمة تشغلي وقتك وتشغلي نفسك وتقدري تعملي في المطبخ كل الافكار اللي انت بتدور عليها بابسط التفاصيل يعني حاول بقدر امكان تبعيدي عن اي حاجة ممكن تكون سبب في التوتر عندك او كمان ان انت ما تقدريش توصلي الهدفك نشوف كمان دلوقتي مع بعض كده تغييرها هنا لغرفة النوم وشوية كمان كده من النظافة والتغيرات والتجديدات اللي هتقوم بيها ازاي كمان برضه ممكن تغير يعني المكان بتاع غرفة النوم هنا او تنزل الترابيزة او المكتب اللي قدامنا وتنزله تحت في المطبخ زي ما شفنا يعني عمتا تقدري تشكلي الحاجة زي ما انت حب تقدري تحطي المكتب اللي قدامنا ده تحت السلم هنا وتقدري كمان تستغلي المكان ده ممكن اي حد من ولادك يقعد في المكان اللي زي ده انت ممكن كمان تعادي وتخلاصي شغلك في مكان صغير زي ده المهم بيتك انت قدربي تقدري تستغلي كل شبر فيه بالطريقة المناسبة لك وطبعا كل واحدة فينا بتضغر كمان على الهدوء في بيتها ممكن ان يكون المكان ده بالنسبالك شايفة ان هو يعني هيكون راحتك فيه محدش يقدر يتحرك حواليه مني غير طبعا بقى في دخول السلم اللي يدخل الركنة هنا المهم عملت لنفسك مكان يعني تقدري تعادي فيه حتى لو ما كان تحت السلم هقولك ايوه طالما ده بيتك لوحدك وتقدر تتحكيمي في كل شبر فيه بالطريقة المناسبة ليكي تقدري تسعيدي نفسك في اي مكان نشوف مع بعض كمان كده معظم بقى السيدات الأسوية عندهم بقى القرفو في البيتشال دي دي كده ازاي يعني ألواح من الخشب متنجدة بيقدر يحطوها كده في الحيطان تيدي شكل جمالي مثلا للسرير يعني بالضبط كده بيجووش بقى زينا الأساس من الألف للياء وضهر السرير وتقدري تعبلي بقى سماويل السرير والكلام ده كله بل بالعكس كله عندهم حاجات فاكل وتركيب أمرها سهل تقدري كمان تنقليها من مكان لمكان تاني بمنتهى السهولة حابة كمان تغياري التنجيد ده وتعبيره اللون تاني في أفصر عوق تقدري كمان تقصير نتيجة اللي انت عايزاها بس عمتا تعالوا نشوف كده دلوقتي هنا وهما بيحاولوا يثبتوها وياخدولها كمان شكل يكون ثابت أكتر مزي الشكل الأول اللي كان ثابت معنا في الحيطان يعني في كده الحالات حابة تجددي بتغياري هي وزوجها ما شاء الله بيساعدوا بعض في كل حاجة يعني بأبسط الأمور لأكبرها هما الاتنين يعني بيعتمدوا على شجل البيت مع بعض مفيش حد فيهم يعني ممكن يكون مختلف عن التاني بل بالعكس كده حابة تعملي شكل جديد تفصيلة جديدة رسمة جديدة هتشوفوا كل التفاصيل دي معنا دلوقتي لوتين كمان دلوقتي مختلف في قط النوم عندها تنظيفة سريعة يلا بينا نهو البيت كده على ما نبدأ نغير ملاية السرير ونحط فرشة جديدة ونزبط كمان شكل الدولاب معنا ونعمل كمان دلوقتي كتغيرات مختلفة بحيث تخلي شكل القوضة هنا زي الفل التنظيفات العميقة بقى اللي انت بتعمليها وتشد السرير وتمسحي تحت منه وتمسحي كمان التسريحة بتاعتك وتزباطي البيت عندك شوية تفاصيل ممكن تكون هيلة جدا وعمتا كده لو اكملنا كمان معاها وشوفنا شوية التنظيفات والأفكار البسيطة اللي بتقوم بيها بصرف النظر كمان كده عن شكل البيت والصطيد واللي ممكن كمان يكون مساحته صغيرة لكنها قدرت توظف كل حاجة في مكانها الطبيعي وزي ما انتوا شايفين السرير بحجمه صغير حجرة نوم صغيرة مفيش فيها تفاصيل كتير لكن ياك فيه دول الأعصاب اللي انتوا شايفينهم فيها وعمتا كده كمان لو تكملنا لسه مع بعض وشوفنا شوية الديقورات اللي انت ممكن تضفيها في أي مكان عندك هتلاقيها يدوب بإمكانيات بسيطة ومتوضعة يعني مش محتاجة ان انت تكلفي نفسك over شوية زي ما بيقولوا وتقدري كمان تبسيطي نفسك وتوصيلي الحاجة اللي انت عايد توصلي لها فأسرع وقت والنتيجة كمان هتكون حوارين منك حاجة فعالة وسريعة جدا عشان كده أتمنى من كل قلبي ان فيديو النهاردة بكل أفكاره البسيطة تكون عجبتكم ولو عجبكم الفيديو هستنى طبعا لايقاتكم الحلوة وحمسكم ومشتراكم معايا عشان أبهركم بكل جديد وشوفكم بإذن الله على خير في الفيديوهات الجاية ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر